السلام عليكم معكم عرب بنكس اليوم جبت لكم فيديو جديد بدي اشرح عن ايردروب مجاني قادم طبعا قبل ما نبلش في هذا الفيديو اتمنى تدعم صفحة اليتيوب تعمل لايك وشير وسبسكرايب وهلا خلينا نبلش في الفيديو ال ايردروب اليوم اللي بدي اشرح عنه هو ايردروب مجاني ما رح يكلفك ولا اشي كل اشي هيكون بالتست نت تبع الميتا ماسك طبعا ال ايردروب اسمه ايزي طبعا المنصه هاي عبارة عن ان اف تي وغير هيك في المستقبل رح تصير تبيع ريال اسيتس مثلا بدك تبيع ساعة بدك تبيع صورة ان اف تي بتقدر تبيعها من خلال هذا الموقع حاليا هذا الموقع تجربة نسخة تجربية لهذا الموقع رح نشرح كيف ممكن تتأهل ال ايردروب لهذا الموقع طريقة جدا سهلة اتبع الخطوات الي بعملها في هذا الفيديو طبعا بدي اشرح الاشياء خفيفة في الموقع قبل ما نبلش او قبل ما نسجل طبعا اول اشي عندك هون هادي هي الشات هاي الشات تبعت الموقع المحادثات اللي بتكون غلوبة عالمية بتكون شغالة 24 ساعة انك بتقدر تتحدث فيها مع الجميع اللي موجودين بتقدر تسكرا هيك هون بتقدر تشوفوا ال انف تيز هون زي ما هم بحطين لكم الهم لوتس الناس عاملين مثل روفل انك بتحط مبلغ يو اس دي سي طبعا هدول حطين مبالغ جدا كبيرة بتقدر انت بتشوف مبالغ الصغير اللي حاط خمسة دولار ستة دولار طبعا كل اشي مجاني الهذا العملة تست نت مش يو اس دي سي اصلية هاي تست نت تعتوبها تجربة والا راح اشرح لكم كيف ممكن تاخدوها مجانا من هاي المنصة بتفوتوا على المنصة عندكم هون الاكسبلور على الجنب بتفوت على الجنب بتشوف هون ال انف تي وبتشوف التوكنز اللي هي بيبيع لك مثل عملات نفس اليو اس دي سي والبولي قن طبعا هون تمانية دولار بيحكي لك طبعا هاي كله تست نت انت بتفوت على الرفل وانت بتشتري تيكت وهو بتم اختيارك حسب الجائزة او حسب التيكت اللي انت عندك اياه وعندك هون هاي الريل وورد اسيتس هذا اللي حكينا عنها انك تقدر تشتري ساعة اصلية من الموقع حدا بيكون عارضها طبعا تشتريها بالفلوس الحقيقي طبعا هادي لسا ما اعلنوا عنها لسا ما نزلت بيحكو لك سون المنصة لسا تجديدة شارك فيها راح يكون في ايردروب اول اشي طبعا المنصة بتذكرني في بلاير اول ما نزلت ناس كثير ما شاركو بس كان جدا ضخم ناس عملوا فوق العشرة تلاث 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 من منصة بلاير طريقة التسجيل في المنصة جدا سهلة اول اشي بتفوت على المنصة بتعمل كوننكت والتحت زي ما اتو شفينا هون بتكون على اليسار تحت اخر اشي بتعمل كوننكت والت تفتح الصفحة اللي بتربط فيها الميتا ماسك اول الولد كوننكت هو افضل اشي تستعمل الميتا ماسك بتض الخط على الميتا ماسك هون راح يطلب بينك كود طبعا ما بتقدر تدخل المنصة الا بوجود كود هون الفكرة ما في حد يقدر يدخل المنصة الا شخص يعطيي الكود طبعا انا راح اعطيكم الكود تبعي تستعملوا الكود التي هي هذا الكود نفسه راح يكون موجود في صندوق الوصف تحت تقدروا تخدوا هذا الكود لصندوق الوصف وتطبعت وتفوتوا من خلال تعمن سمت وبدخلك على المنصة طيب بعد ما دخلت المنصة بتفتح Recently, Meta Masks ا asks you could find your site and easier الغوريلا اللي هاي. اللي هي هاي. ازا نزلت وما لقيتها لقيتها مسكرة مثل هيك بس بتضغط على هاي test show testnet network. او هو رح يشبكك عليها حتى زي ما كان عندك رح يطلب منك انك تفتحها. بتفوت على هاي الشبكة اللي هي testnet عبارة عن شبكة تجربية مش حقيقية لفلوس اللي فيها غير حقيقية. هل دخلنا المنصة ايش اول اشي لازم نعمله? اول اشي بدك تعمله بدك تضغط على هاي الكلمة اللي تحت موجودة تحت اخر اشي اللي هي اسمها add funds. زي ما انتم شايفين نضغط على هون رح يطلب منك تسجل لتويتر تبعك. اتأكد انك تسجل لتويتر تبعك وتعمل وتعمل لهم follow. ويكون لتويتر تبعك طبعا صال له شهر. يعني مش تعملي تويتر جديد وتسجل لأ شوف لك تويتر عندك اياه صال له فترة عشان تاخد من testnet العملة تبعتهم. زي ما انتم شايفين هون رح يعطيك 50 دولار و 0.02 على شبكة غوريلا عشان تدفع الغاز. طبعا هاي رح تاخدها كل 24 ساعة. طبعا انا اخدتها كل يوم تقدر تقدم عليها وتاخدها. انك لازم تعمل لهم repost تضغطها دول. وتخلص الجوائز كل اشي وتعمل done. فبتاخدهم كل 24 ساعة. رح تاخد 0.02 و 50 دولار من خلال مشاركتك في هاي كل يوم تضغط عليها فبتاخدها. هذا اول اشي بدنا نعمله عشان نبلش نشارك في هاي المنصة. ثاني اشي بدك تعمل وبدك تعرف الجوائز ايش كيف ممكن تاخد نقاط كيف تربح نقاط. بتطلع لفوق بتشوف هون الريوردز. بتضغط على كلمة اللي هي هاي بتضغط عليها. فبتشوف هون الريوردز. سهلا حاليا انا عندي الفين وستمائة نقطة تمام. هون بتشوف الناس مشاركين هون بتشوف الرانج تبعك. وبحكي لك هون سيزن ون للسمان تها قريبا راح ينتهي. غس معكم وقت انكم تعملوا هذا الاردرو. اول اشي بدك تعملوا بدك تبلش من هون. هاي جدا سهلة بتربط محفظتك تمام. بتعمل لهم زي ما انتم شايفين هون. فبتعمل على طول فبتاخد نقاط. هاي حتاخد منها الف ومية ومية نقطة. تضغط عليهم كلهم. تمام? ايه تعمل لهم فولو بالدسكورد تعمل لهم التويت. تعمل فولو دخال الصفحة. عندك تعمل لهم جوين على تلغام تربط التلغام تبعك. ما تنسى تربط التلغام يحدث. تمام? اول ما تخلص هادو. هادو جدا سهلين. ما في ق stroke. بتقدر تعملهم. كمان بيدياك تفوت على البروفايل تبعك من خلال تفوت هون. زين متو شويفين هون اكاونت. بتفوت على البروفايل تمام. بدياك تفوت على الاعدادات تبعت البروفايل عشان التعدد. تعدد إعدادات بياناتك من خلال تضغط على settings تفتح لك الصفحة تضع صورة خلفية تضررين لكي يتوثق حسابك تضع username تضع بايو لديك أي شيء تضعه أي شيء يريدك أن تضعه هنا لكي تظهر أنك متفاعل في هذه المنصة ثم تضع apply ثاني شيء يريدك أن تضع على linked account تضع تليقرام تضع ديسكورد وتضع تويتر وتضع الإيميل ثم تضع تضع ثم تضع ثم تضع مرة ثانية تضع جائزة من points تضع 150 نقطة بس من مجرد أن تضع بايو ثم تضع يوزرنيم أو اسم ثم تضع كفر فوتو ثم تضع أفاتار ثم تضع ثم تضع ثم تضع تضع 150 نقطة المنصة المنصة مبينة شوية معقدة بس راح تفهموها لما تصيروا تجربوها وتعرفوا عنها أكثر و أكثر طبعا هاي خلصنا منها أنك تربط الدسكورد تربط لهذا الأشياء كلها تتفاعل معهم وهذا الحكي كله فراح يكون موجود كله بالسيتنجز لما تروح على السيتنجز هون تروح على السيتنجز فبتعدل كل شيء طيب هلا مهمة ثانية اللي بديك تعملها بتنزل تحت على السوشال ساقة اللي هي هاي بتضغط عليها هاي أنا عملهم أريدي بس راح أشرح لكم كيف تعملوه هون بيحكي لك تكتب مسج واحد بالغلوبال شات الغلوبال شات اللي هو هذا نزل الشات هون بتكتب أي مسج بالدكية بس بتكتب هاي تمام هاي أنا سجلت أنّي أنا كتبت مسج في هذا الشات هون كتبت مسج فهاعمل كليم عليها بس يطلبوا منك ما تعمل سبام يعني ما تعمل مسجات كثير ثاني اشي رح يطلب منك تعمل عشر مسجات في الغلوبال شات يعني هيطلب منك إنك تكتب عشر مسجات يعني الرسالة والرسالة والرسالة بس حاول ما تعمل سبام حاول تحكي مع واحد جوه عشان ما يبين أنه إنت سبام قعد تسيق للسيسم تبعه حاولك تحكي مع واحد تحكي انه تسألوا كيف حالك ما هذا الحكي كله عشان تتسجل لك تمام هاي خلصنا وما دور الثنتين خلص هيك تموه هلا في عنا مهمتين ثانين تحت رح يكونوا تحت بحكي لك فوت على اللوت اللوت اللي هو الرفل الفرجناك ومياه بداية الفيديو رح يطلب منك اول اشي تكتب مسج واحد في الرفل تسجل برفل وتكتب مسج واحد لازم تشتري الرفل لازم تعمل الخطوات الاولى شرحتها انك تاخد من العملة USDC و ETH ويطلب منك تعمل مسج واحد وثاني مهمة بطلب منك نفس مهمة الفوق بطلب منك تكتب 10 مسجات في اللوت في الرفل تقدر تشوفوهم هون ويكتبو لك اياهم تحت فبنفوت على الرفل عندك هون الرفل بنفوت على الاكسبلور بنفوت على الانفتي اي منسكرها الصفحة اي منسكرها بنفوت على الرفل بنفوت على الانفتي طبعا ممكن الصفحة ما تكون عندكم زي هيك هتكون الصفحة عندكم فاتحة زي هيك بس انا بحب افتحها انه بالطريقة هاي عشان اسهل علي طبعا فيه ناس هطلين لك ألف دولار الفين دولار هاي هدول ما تتفاعل معهم يعني ما تشارك معهم شارك مع الناس اللي بحطولك واحد دولار مثل هيك بيقولك الدخول على هاي بواحد دولار تدخل عمل خلال تعمل انتري بتحط واحد دولار بس بتعمل بايناو بتفتح الميتا ماسك زي ما انتم شايفين هلا بطلوا مننا التوثيق نفس اي عملية بناعملها في الميتا ماسك هيك تم التوثيق وهيك تم التوثيق لهاي العملية انك انت شاريت تيكت هون بيحكي لك شاريت تيكت فبطلالك صفحة هاي اعرف انه امورك تمام بتضغط على اكاونت my nft زي ما انتم شايفين هون هاي اللوتز تبعونك my tickets my tickets بتلاقيهم وين my tickets بتلاقيهم بالبروفائل بتنزل تحت الاكاونت تحت البروفائل بتلاقي my tickets هذا هو الاتيكت الى المشاركته شركته تعمل ويقوم بتعمل الفيو لوت زي ما انتم شايفين هون هتلاقي هون في شات خاص في هذا الوت هون تقدر انت تكتب او تحكي باي حدا بالدكية يعني مثلا تكتبون عشر مسيجات يعني مثلا كل دقيقتين ترى دقائق حاول تكتب اذا ما كان في حدا غريبا انه هذا شكله جديد نزل فما في حدا هون في بعضهم بيقول معبه ناس مليان ناس كثير قاعدة تحكي وهيك وحيتم توثيق هاي المهمات تاخدتم عمية نقطة سهولة جدا بتقدروا تكمل المهمات الثانية مثلا عندك هاي المهمة جدا سهلة هاي المهمة بطلب منك تعمل في التويتر بس تضغط على هاي بيفتح لك لتويتر بوديك انك تعمل تصبر شوي فبتم التوثيق فبتوخد ترتمية نقطة وبعد هيك بطلب منك تعمل هدول العمليات جدا سهلة وحيكون الموضوع جدا سهل بس اتبع الخطوات عندك هون بطلب منك انك تعمل لوت عشان هاي المهمة عشان تشارك فيها بطلب منك هون ان انت تعمل لوت كيف انه ممكن احنا نعمل لوت نفس الفكرة بتفوت على البروفيل تبعك تمام فرح يكون في عندك انفتي ممكن هم يعطوك انفتي مجانا تمام بتفوت على ماي انفنتوري بتشوف الانفتي اللي فيه بمحفظتك اي انفتي موجود بمحفظتك فبتضغط عليه فرح سير يطلع لك عفوان خلينا نسكر الشات اللي هون بتضغط على هذا الانفتي فبطلع لك هذا الاشي بطلع لك مي انفتي فوق زي ما انتو شيفين هون مي انفتي فبتضغط عليه فطلعنا طلبت واحد بس هالي واحد بضغط عليها بطلع لي زيك بحط اوتو فول بس وبعمل كرييت لوت وهون بختار المدة طبعا الناس اللي ممكن يشاركوا باللوت تبعي عشان ياخدوا من العملة اه عفوان عشان ياخدوا صورة هاي يشاركوا انا باخد هذا المبلغ فبصير طبعا هذا المبلغ مجاني فري ما بطيغط تستعمله بس بستعمله بالتسنت والاشياء هاي وهيك بكون تم تسجيل هاي المهمة او هاي المرحلة هون بطلب منك تعمل نفس الاشي نفس الاولى بس بدك تعمل انه بدها تنبع بستنى انها تنبع تمام عرف طريق كيف انك تعمل واحدة وعلاقل انها تنبع عشان تم تسجيل هاي هلا منشوفنا اشي ثاني عندك هون مثلا بيحكي لك اشتري تيكت اللي هو الرفل فرجناك ومية اشتري ب10 دولار شوف لك رفل ب10 دولار اشتري تمام حط تيكت علي تقدر تشتريه سهلة هاي جدا سهلة ما بدأ شرح سووا كل الخطوات اعملوا كل المهمات عندكم هون اعملوا انفايت لحدا من اصدقائكم عشان تاخدوا 300 نقطة وغير هيك بفتحوا لك النقاط اللي تحت كمان فشاركوا في هاي المنصة عشان تربحوا وهيك بيكون انتهت فقرتنا اليوم اتمنى تكون عجبتكم ما تنسوا تعمل لايك شوية سبشكرايب تكتبوا في التعليقات اش حابين يكون فيديو القادم ونراكم في فيديو قادم